التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مع نيكولاوس ديندياس ووزير الدفاع اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول هذا اللقاء مناقشة أجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات والتوافق بشأن تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكرية بين الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكري بين الجانبين واستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين وأعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية مؤكداً في هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري والأمني بين البلدين حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس وأركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري لدولة اليونان بالقاهرة